السلام عليكم اكتشاف القهوة يلا بنا ركز معايا معلم كويس جدا في المعلومات اللي انا اقولها دي لازم تكون مصقف نفسك في القهوة والمعلومات دي كمان هتحتاجها و هتستفاد منها كتير جدا ركز معايا معلم اول منطقة اكتشف فيها القهوة اكتشفت فيه اسيوبيا عن طريق الصدفة في منطقة كافة بالتحديد كان عن طريق رأي غنم اسمه قلدي رأي الغنم ده كان بيرعى الغنم بتاعه الغنم اكل من نوع عشب معين لأن نشاط الغنم بيزيد فقرر ان هو يجرب العشب ده جرب العشب ده الاول عن طريق المضغة او عن طريق الاكل بعد كده قرر ان هو يغليف مية وشرب المية بتاعته و ده كان اول فنجان قهوة في التاريخ و دي اشهر قصة عن اكتشاف البن او دي القصة المعروفة او المتعارف عليها عن اكتشاف البن في قصص كتير جدا بس دي اكتر قصة معروفة عن اكتشاف البن وبعد كده معلم انتقلت القهوة من أسيوبيا عن طريق التجارة إلى شبه الجزيرة العربية وأول مينة توصله هو مينة المخاء مينة المخاء ده اللي هو مشتق منه كلمة المكة يعني اسم المكة اللي هو أرضر المكة المشهور مشتق من اسم المينة اللي هي مينة المخاء اللي هي موجودة في اليمن ومن هنا معلم ابتدت زراعتها في اليمن ومن اليمن انتشرت لشبه الجزيرة العربية كامل وبعد كده معلم في القرن السادس عشر انتشرت في بلاد فارس ومصر وسوريا وتركيا بعد كده انتقلت إلى أوروبا طيبا معلم ولازم كمان تعرف أن المنطقة اللي هو كان مكتشف فيها المنطقة المحددة كان في منطقة كافة فكل مشتقات اسم القهوة جاية من كلمة كافة زي كوفي كافي كل الكلام ده جاي من اسم كافة اللي هي المنطقة اللي اكتشف فيها البن بالتحديد وفيه قهوة قهوة أصلها أساسا من الفعل قهة وكلمة قهوة زمان قبل اكتشاف القهوة اللي هي البن يعني كانت كلمة قهوة دي بتطلق على نوع من أنواع الخمور بعد كده بقت تطلق على القهوة اللي هي القهوة اللي احنا بنشربها حاليا لأن هي جاية من الفعل قهة ومعنى كلمة قهة في اللغة العربية يعني سد الجوع أو سد الشهية النقيية القهوة أساسا بالسد النفس فهي جاية من كلمة قهة اللي هو الفعل قهة اللي هو معناه سد الشهية وأشهر دولة معلم لإنتاج القهوة على مستوى العالم هي البرازيل، أندونيسيا، فيتنام، كولومبيا وكمان هنداروس وعندك كمان طبعا أكيد أسيوبيا وأشهر فاصلتنا معلم في حبوب القهوة هي الروبيستا والأرابيكا تعال بمعلم معرفك الفرق ما بين الروبيستا والأرابيكا يلا بينا طيب معلم ركز معي كويس جدا في المقارنة دي الأرابيكا شكلها بيضاوي الروبيستا شكلها دائري الأرابيكا بيتم زرائتها من 7 شهور لتسع شهور الروبيستا بيتم زرائتها من 9 شهور ل11 شهر الأرابيكا بتستخدم في القهوة المختصة الروبيستا بتستخدم في القهوة سريعة التحضير الأرابيكا بتنبت من ارتفاع 800 أدم لحد 2000 أدم أما الروبيستا بتنبت من ارتفاع 0 لحد 900 أدم نسبة الكافين في الأرابيكا من 8 من 10 ل 1.5% أما نسبة الكافين في الروبيستا من 1.7% ل 3.5% يعني أمعلم الكافين في الروبيستا أعلى من الكافين في الأرابيكا وبالنسبة بقى للنكهات الأرابيكا بتبقى الطعم بتاعها حلو وبتبقى غنية بالنكهات والقوان بتاعها بيبقى خفيف اما الروبيستا بيبقى الطعم بتاعها مر وقليلة في النكهات والقوان بتاعها كمان بيبقى تقيل واخر حاجة بقى معلم ان الارابيكا بتشكل 60% من انتاج القهوة في العالم اما الروبيستا بتشكل 30% من انتاج القهوة في العالم وبكده معلم ابقى انا لخصتلك اكتشاف القهوة كيفية انتشار القهوة اشهر الدول لانتاج القهوة والفرق ما بين القرابيكا والروبيستا وده مهم جدا ولازم تبقى عارفه كل المعلومات دي بالنسبة لك دي معلومات اساسية لازم تكون عارفة كابداية في شغل الباليستا او في شغل القهوة فالحاجات دي سابتة معاك او المعلومات دي سابتة معاك مش هتتغير فسجل المعلومات دي كويس ويحفظ المعلومات دي كويس وبس كده معلم بإذن الله في الحلقات الجاية نخش على التبخير وكيفية التبخير الحليب وكيفية استخلاص سلام عليكم